أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبو القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضيين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته موضوع الحديث بعنوان الجهل بعيوب النفس أيها القلب لا مجال للوصول إلى الصلاة الصلاة المقبولة مع الجهل بعيوب النفس لا مجال للوصول إلى الصلاة بخشوع وحضور قلب مع الجهل بعيوب النفس لو بقي جهل بعيب واحد فسيكون جهاد النفس ناقصا فكيف إذا كان الجهل بعيوب كثيرة أو بجميع عيوب النفس عن أمير المؤمنين عليه السلام كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيوب نفسه ويطعن على الناس بما لا يستطيع التحول عنه يجهل كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيوب نفسه بالإضافة إلى جهله بعيوب نفسه يطعن على الناس بما لا يستطيع التحول عنه يعني هو مبتلا بأمر لا يستطيع أن يتركه مبتلا بمعصي لا يستطيع أن تركها ويذم غيره لهذا الأمر بس الناس مش عارفين أنه هيك الله عز وجل عارف وهو من الذين يبحثون عن رضا الناس ولا يبحثون عن رضا الله عز وجل السؤال هنا ما هو الطريق إلى معرفة عيوب النفس الجواب أولا عدم أهمال النفس الأهمال ينتج عن أنه واحد بيعتبر أنه هو متدين وراضي عن نفسه فلا يحاسب مثل واحد مثلا يثق بشخص مطمئنه تماما ما بيحاسب هذا إهمال عن أمير المؤمنين عليه السلام من أهمل نفسه خسر كيف أنه اللي بائع متجول أو غير متجول أو مجرد أنه ما يحاسب ما يحسب ما يدأ بالحساب بيخسر أيضا من لم يحاسب نفسه وأهملها خسر في حديث آخر عنه عليه السلام من أهمل نفسه في لذاتها شقي وبعد خصوصا في الملذات في الشهوات يهملها يريد أن يلبي رغباتها نتيجة الشقاء والبعد عن الله عز وجل أيضا عنه عليه السلام استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارضى للناس بما ترضاه لنفسك إشارة إلى مفهوم وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيون الصخط تبديل مساوية إذن ينبغي أن يتعامل الإنسان مع نفسه تعامل غير المهمل تعامل المدقق في ميولها ورغباتها خصوصا في اللذات وخصوصا في ما تشتهيه بشدة وأن يكون موضوعيا منصفا واقعيا فلا يستقبح أمرا من الآخرين ويستحسنه من نفسها ويسكت عنه أيضا عنه عليه السلام إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده يظن بها يعني لا يتساهل في التدقيق في أعمالها كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام إن هذه النفس لأمارة بالسوء فمن أحملها جمحت به إلى المآثم الركون إلى النفس غلط عدم دوام جهاد النفس غلط كما مر في حلقتين سابقتين في هذه الحلقة دعوة إلى أن يعرف كل مننا حقيقة نفسه ولا يكون ممن يجهل عيوبه ويكون من الخاسرين طريق الأول إلى معرفة عيوب النفس عدم أهمال النفس ثانيا عدم الرضا عن النفس وقد تقدم حديث وافن حول عدم الرضا عن النفس بعنوان أول المعاصي الركون إلى النفس وأضيف هنا قول أمير المؤمنين سلام الله عليه إياك أن ترضى عن نفسك فيكثر الصاخط عليك الإنسان الذي يحاسب نفسه بدأ تقل أخطاؤه فبالنتيجة يقل الصاخطون الذي لا يحاسب نفسه تكثر أخطاؤه تتراكم فيكثر الصاخطون عليه الأمر الثالث في طريق معرفة عيوب النفس هو ترك تعظيمها أولا عدم أهمالها ثانيا عدم الرضا عنها ثالثا عدم تعظيمها عن أمير المؤمنين عليه السلام كفى بالمرء منقصة منقصة أن يعظم نفسه تعظيم النفس اعتباره نحن جماعة الفقر المطلق الحاجي في كل شيء إلى النفس لا يمكننا أن نتحرك أن نتلفظ حرفا إلا بحول منه عز وجل وقوة نحن مخلوقون مربوبون نحتاج إلى المدد في كل جرة نفس في كل لحظة وآن من آنات النفس آناء النفس إذن تعظيم له عز وجل وإذا من علينا بشيء نشكره ويقوم مقامنا مقام العبودية والاعتراف بنعمة المنعم والشكر له عز وجل رابعا عدم الاسترسال في طاعة النفس الطريقة السئدة عندنا أنه واحد هو عبد رغباته مجرد أن يخطب باله شيء خلاص يجب باله أنه يؤذي فلان يؤذيه يجب باله أنه يتصالح مع فلان يتصالح عدم الاسترسال في طاعة النفس عن أمير المؤمنين عليه السلام من أطاع نفسه قتلها قتلها يعني أودى بها خامسا أن يحرص الإنسان على تنقيص نفسه الأمار عن أمير المؤمنين عليه السلام ما نقص نفسه إلا كامل الكامل هو يناقص نفسه ناقص هو الذي يتعظم ويتعظم سادسا ترك الفخر والتفاخر شوفت الحال وإذا ما إيدي بهالشغل ما بيمشي حالها وأنا بفرجيه كذا وأني 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 والمسألة الفلانية يطنب بالحديث أو لا يطنب عن نفسه أو بينه بين نفسه عايش التعظم وشوفت الرأس وتكبير الأنف تكرم الافتخار يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الافتخار من صغر الأقدار كل واحد صغير صغير يتفاخر وإلا إذا هو كبير يشكر الله عز وجل وعادة الكبير يحرص على كتمان منجزاته ليبقى ثوابه الله عز وجل واليوم الآخر الطريق إلى معرفات عيوب النفس هذه طيب إذا أردنا أن نقف عند أخطر عيوب النفس العيوب الأخطر كثيرة أكتفي هنا بذكري خطر ذكر عايب خطير من العيوب الأخطر هو تقديم رضى الناس على رضى الله عز وجل تقديم رضى الناس على رضى الله أنه واحد بيكون عارف بينه وبين نفسه أنه يرتكب معصية بس ما بيهمه هذا الأمر لكن إذا عرف الناس يهتم لأن الناس عرف ومش مهتم لأنه الله عز وجل العالم هذا أمر خطير 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 جدا لو بيظل واحد مئة سنة يتعب على تحصيل الخشوع وهو لا يعالج هذا المرض لا يمكنه أن يصليه بخشوع لأنه أثناء الصلاة بيكون فكر جوال وان حيث يهوى وحيث يحب معرض الناس البوان بيكون معرض الناس والصلاة حديث مع الله فيأتي إلى الصلاة ليحدث الله وإذا به يحدث الناس من خلال الصلاة لأنه أمضى عمره وهو يقوي في قلبه تقديم رضا الناس على رضا الله عز وجل قال الشهيد الثاني في كتابه أسرار الصلاة عالة الشخص اللي بيحرص أنه يصلي بخشوع في كتب لازم يطلع عليها بجملةها كتاب أسرار الصلاة لشهيد الثاني الشهيد الثاني يتحدث عن الرياء وخطورة الرياء بيوصل لمسألة تقديم رضا الناس والبحث عن رضا الناس ففي الحديث عن رضا الناس يقول الشهيد الثاني هذا مع ما يتعرض له المبتلى بالتقديم رضا الناس على رضا الله يتعرض له في الدنيا من أولا تشتت الهم من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق أن الإنسان الذي يبحث عن رضا الناس لا يمكنه أن يدرك رضا الناس لذلك بظل ألبه مهموم مغموم أمر مشدد فإن رضاء الناس غاية لا تدرك فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق ورضى بعضهم في سخط بعض ثانيا ما يتعرض له من يقدم رضاء الناس على رضاء الله يقول الشهيد ومن طلب رضاهم في سخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه كما ورد في الأخبار ودلت عليه التجربة هذا كلام من الشهيد الثاني مهم جدا مش بس أخبار وروايات شايف ناس هو يبحثون عن رضا الناس وكيف الله عز وجل سخط عليهم وأسخط عليهم الناس الأمر الثالث الذي يبتلى به بحسب الشهيد الثاني الذي يقدم رضا الناس على رضاء الله عز وجل يقول ثم أي غرض له في مدحهم وإثار ذنب الله لأجل حمدهم ولا يزيد مدح الناس ما بيزيد رزق ولا يزيد مدحهم رزقا ولا ينقص أجلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهول القيام إذن أليل العقل اللي يبحث عن رضا الناس أنه ما في أي فئة بالبحث عن رضا الناس روي عن الإمام محمد الباقل عليه السلام أنه قال كفى بالمرء عيبا أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه أو يعيب على الناس أمرا هو فيه لا يستطيع التحول عنه إلى غيره أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه في الروايات إذا أردنا أن نلقي نظرة في الروايات نجد أولا روية عن الإمام الصادق عليه السلام التي قلت قد يأتي الحديث عنها في محلها إن قدرتم أن لا تعرفوا ففعلوا وما عليك إن لم يثن الناس عليك وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله تبارك وتعالى إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجلا يزداد في كل يوم إحسانا ورجلا يتدارك منيته بالتوبة وأنا له بالتوبة فوالله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا إلا بولايتنا أهل البيت ألا ومن عرف حقنا أورج الثواب بنا ورضي بقوته نصف مد في كل يوم وما يستر عورته وما أكن به رأسه وهم مع ذلك والله خائفون وجلون ودوا أن حظهم من الدنيا ودوا أنه حظهم من الدنيا وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة ما الذي آتوا ما الذي آتوا آتوا والله آتوا والله بالطاعة مع المحبة والولاية وهم في ذلك خائفون أن لا يقبل منهم وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين ولكنهم خافوا أن يكون مقصرين في محبتنا وطاعتنا سيدي أبا الحسن من لنا غير رحمة ربنا عز وجل وأنت نفس رحمة الله تعالى للعالمين الحديث يبدأ على طوله بقول الإمام الصادق عليه السلام إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا مش المهم من الناس عارفين والله مش عارفين المهم يوم يطوى السجل يوم تبلى السرائر يوم نجد ما عملنا من خيرا محضرا النتيجة النهائية صحيفة أعمالنا كيف هل رضي الله عز وجل أن سرائرنا نظيف نقي ليس فيها عبادة للناس ورضى الناس من جملة الرواية أيضا عن عن الإمام زين العابدين عليه السلام وقد كتب إليه رجل من أهل الكوفة يستخبره عن خير الدنيا والآخرة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من اللي كتب الإمام زين العابدين عليه السلام في جواب شخص من الكوفة سأله عن خير الدنيا والآخرة كتب أما بعد فإن من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس ومن طلب رضى الله بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام الذي يطلب رضى الله ولو غضب الناس عليه الله عز والجل يتولى أموره والذي يطلب رضى الناس ولو بسقط الله طبعا يصح سخط و Argh وكله الله إلى الناس والسلام الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن صعوبة إدراك رضا الناس سأله علقمة أو شك إليه علقمة من ألسنة الناس فقال الإمام الصادق عليه السلام إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله في نبي إلا تعرض للأذى وما رضي عنه الناس في ولي إلا الناس ما رضي عنه أمير المنين سلام الله عليه كيف تعاملوا معه على المنابر طيلة حوالي مئة عام وإلى يومنا هذا ألم ينسبوا نبينا يضيف الإمام الصادق عليه السلام ألم ينسبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله إلى أنه شاعر مجنون وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك إن الألسنة التي تتناول ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته كيف تحبس أو تحبس عن تناولكم بما تكرهونه الناس يسئون إلى الله عز وجل فكيف تريد أيها الشخص أيها الإنسان أيها المخلوق أن يرضى عنك الناس أيضا في رواية عن أمير الميه عليه السلام في وصيته لابنه الحسن سلام الله عليه فما طلابك فما طلابك يعني طلبك لقوما إن كنت عالما عابوك وإن كنت جاهلا لم يرشدوك وإن طلبت العلم قالوا متكلف متعمق وإن تركت طلب العلم قالوا عاجز غبي وإن تحققت يعني تفرغت لعبادة ربك قالوا متصنع مراء مماري وإن لزمت الصمت قالوا ألكن وإن نطقت قالوا مهذار وإن أنفقت قالوا مسرف وإن اقتصدت قالوا بخيل وإن احتجت إلى ما في أيديهم صارموك وذموك وإن لم تعتد بهم كفروك فهذه صفة أهل جماني أيها القلب هل تعيش هذه المفاهيم التي في الروايات عندما تجد أنك لم تحصل على شيء من قلوب الناس وتريد أن تتظاهر بأنك على شيء من التقوى والورع وإلى آخره أم أنك حتى إذا كنت تستطيع تحصل مدح الناس قالت لا تريد مدح الناس وتريد أن تعيش دائما ولا رفعتني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها تعيش مع سيد السجدين سلام الله علي هذه الرسالة الحسينية التي وصلتنا من خلال الصحيب السجدي الرسالة المحمدية الرسالة الإلهية من خلال الصحيب السجدي المهم البحث عن رضا الله عز وجل وليس البحث عن رضا الناس وأختم برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاصة الرواية أن رضا الناس عبت الصاني واحد يبحث عن رضا الناس ويبحث عن شيء لا يمكن الحصول عليه وباختصار الفاض الرواية بتخلينا نحفظها رضا الناس غاية لا تدرك غاية لا تدرك إذن العاقل لا يبحث عن رضا الناس عن رضا الناس سأنه يبحث عن هباء الذي يدرك رضا الله عز وجل فيال الخسران المبين أنه واحد يترك ما يدرك وما يلح علينا الله عز وجل لنكون بصدده ونبحث عما لا يدرك المسألة مش مسألة كلام مسألة بين وبين رب الإنسان في القلب فيه شيل حب الناس يستقصلوا حب رضا الناس مش حب الناس حب الخير للناس كلهم أنه والله يقدم رضا هذا بد يشيل هذا تقديم رضا الناس على رضا الله بد يشيله نهاية بد يلغيه لا وجودة له يعني يكون في قلب المؤمن الصافي بعدها الرواية نجد في بعض المصادر عن السيدة بن طووس ينقل خلاصة ما ينقله عن النبي موسى على نبينا وعليه عليه الصلاة والسلام النبي موسى بيطلب من الله عز وجل أن يحبس عنه ألسنة الناس أنه الناس بطل يذموا فأوحى الله عز وجل إليه خلاصة المضمون يا موسى أنا لم أصنع ذلك لنفسي أنا ما كففت ألسنة الناس عني الذنبين فكيف أكف ألسنة الناس عنك يقول السيدة بن طووس رؤية أن موسى عليه السلام قال يا رب احبس عني ألسنة بني آدم فإنهم يذموني وقد أوذي كما أخبر الله جل جلاله بذلك نبي موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه اللهم قالوا فإنهم كان يتعرض للأذى طلب من الله عز وجل أن يكف عنه ألسنة الناس فأوحى الله جل جل جلاله إليه يا موسى هذا شيء ما فعلته مع نفسي أفتريد أن أعمله معك فقال موسى قد رضيت أن تكون لي أسوة بك اللهم قوي على العزيمة جوانحنا لنؤثر هواك ونبحث عن رضاك ولا نهتم برضا الناس إلا بما يرضيك والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر